اشتركوا في القناة ببلدية أم البواقي هذا وقد عرفت هذه الدورة حوالي 15476 مترشح موزعين عبر 852 مركز إجراء السيد سامير نفلا والي بلاية أم البواقي وخلال إشرافه على الانطلاق الرسمي لامتحان شهادة البكالوريا تمنى التوفيق والسداد لكل الممتحنين سائلنا المولى العلي القدير لهم النجاح وتحقيق أعلى المراتب الديوان والأمان العامة وكذلك تنصيب لجنة ولائية لمتابعة كل الهيكل والمنشآت الإدارية وتربوية الموجودة على مستوى الولاية وكاننا إعادة بعد الكثير من المشابيع وسترى النور إن شاء الله في دخول المدرسي المقبل كذلك تم تسجيل أكثر من 100 قسم توسيع على مستوى كل مؤسسة تربوية التي تعرف اكتبادا في هذه الولاية الحمد لله إن شاء الله سندخل دخول المدرسي المقبل إن شاء الله بالنوع من الارتياحية في انتظار استلام كل هذه الهيكل حقيقة كان هناك توقف كبير الكثير من المؤسسات كانت متوقفة وهو شيء يعني يؤسف له ولكن الحمد لله بعد إعادة بعد كل هذه المشاريع إن شاء الله هناك سبق صحفي إذن أعلنه اليوم هناك لجنة من الضرلمان ستحل على مستوى ولايتنا يوم الاثنين مساء وستقوم بعمل جبار لتعاين كل قطاعات على المستوى التعليم الآلي على المستوى قطاع التربية على المستوى التكمل المهني وكذلك على المستوى قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ممكنين كوميسون طارلمانتير في هذه السيناتير يعني رأي رأي ستحل إن شاء الله في زيارة لولايتنا لمؤاينة الواقعة على التربية والتعليم العالي كما قلت بتكمل المهني وشؤون الدينية وهي فرصة مناسبة لطرح أهم الانشغالات والمشاكل التي تعرفها ولايتنا وكذلك الإنجازات التي حققت في هذه الولاية والأوقاف